عغي التقديمات العفية والبهدد العقيدة في البلد دي العقايد بتاعت الصوفية دي لكن انضافوا لهم ناس تانين الملاحدة الملاحدة والشوعين القعدين يعلموا الشباب الإلحاد بقولهم الإلحاد لا إله والحياة مادة أول مبارعا للون بندوة في الكلاك لأبو آدم في نادي اسمه نادي وردي ملاحدة متلمين بنكر وجود الله سبحانه وتعالى وأضل بشر وأضل أحد الإنسان البنكر وجود الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله قالا الذي ينكر وجود الله أكفر من الذي يشرك بالله أكفر منه مع العلم إنه ما في زول بنكر وجود الله من قلب جوه حقيقة إنما بنكر وجود الله هؤلاء الملاحدة قباحهم الله جحودا وكذبا من ألسنتهم وربنا قال كذا ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها شنو أنفسهم ظلما وعلوا حتى فرعون كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري بينه بالنفس كان يعلم وجود الله ولذلك جاءه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون لقد علمت ما أنزل علمت قال لي أنت تعلم يا فرعون تعلم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ملعون قال له وقال لي أنت تعلم إن ما أنزل الحجاد إلا رب السماوات والأرض تعلم قال له وفرعون ما نكر قال لي لا لا ما بعلم رب السماوات والأرض أقر فأي بشر حتى الملحدة ذيل من جو نفسهم عارفين وجود الله سبحانه وتعالى لكن ما جار ما وناس جهدين وناس مجرمين دارين يضللوا الشباب زي ما هم ضلوا كما قال تعالى ودوا لو تكفرونه كما كفروا فتكونون سواء يعني في الكفر فيا شباب انتبهوا لي ديل ديل برضو خطيرين ومنتشرين في الجامعات وبدخلوا عليكم بالمدخل بتاع الشهوات يقول لك جلسة استماع غنية لابو السيد عم عبد الرحيم وصل على عجل ولما نصلى يصلي على عجل وهمهم همهمة ويدخلوه في الشبكات دي بعد شوية تلقى نفسك ملحد ولك جلسة استماع شريط مصطفى سيد احمد او يقول لك ليلة حمراء او يرسلوا لك بنات يجندوك للحزب الالحادي بتاعه وهم مش قالوا حرية نحن بننجمك بالحرية بتاعتك دي ذات بنكرهك لها لانو ديلا الان داري استقطبوا الشباب في شباب كتار ما عندهم علاقة بيصوفية وقوب وكدا لكن ديل داري سوقوهم للكفر بباب تاني غير باب القوب وغير الكفر والشرك بتاع الحجبات والتمايم وغير الكفر والشرك البنشرون المداحين في مدايحهم وغيرهم ده باب تاني هو اكفر من الباب الاول لانو ده انكار لوجود الخالق وانكار للفطرة ذاته الفطرة الفطرة حتى الكفار حتى الملاحدة ديل ذاتهم بل اي بشر من بني آدم من اول ابن لآدم لحد يوم القيامة اخر ابن ليو ربنا اشهد مقررهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى كما قال الله جل وعلا واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم كلهم معاهم نقد وكان معاهم فاطمة احمد ابراهيم شفتا كيف لانو كلهم كامسال الذر زي ما جاء في الحديث وكان معاهم لينين برضو وكان معاهم اليوماته قال داري ناظرني وهرب دا كبرة شفتا كيف ودا له جاء بإذن الله والله كان زلو زل من أمو والداتو ما شاف انو زول مجرم وزول مستهبل وزول ملحد يا اخي قال قال نحنا كتلنا الله قال ودافناه بيديننا ديل قال دا ما زلو شما جيك بعد شوية واحد عامل في انصار سنة يقول لك لا بالحكمة الحكمة مع ديلة الدرش والجغب ما بي ما بي نظام معهم تاني زول يقول كتلت الله ودفنته اجا قل لي لا كتر الله من أمسالك والله يندرش لما نوزات وتكيف لكن هو فيهما والجماعة المعاو نبهو قالوا اللي دا قال الله يوار طمام تمرق منها تاني طوالي قال لي يا اخ ممكن عملها في وضا مكفولة قلت لي نظرة شرعية هميش يتخارج فدال دارين يضللوا الشباب دال يا ناس ودار يضيع أولادكم وبناتكم غشوهم من أيام الاعتصام وي 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 وما وي 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 ودارين يضيعوا الشباب انتبوا يا شباب والله دال مش من أضل دال أضل خلق الله ما في أضل منهم ولا في ضال ديهم ذاته شكرا